للناس الذين تسألني ما هو وظيفة سنسور مطور طبق الدش أو ما هو سنسور مطور طبق الدش المتحرك ما هي وظيفته وما هي كيفية اختباره وما هي الاحتياطات اللازمة من ناحية هذا السنسور أولا يا شباب بطريقة بسيطة في عجاله بسرعة وظيفة السنسور الذي ترى فيه أثناء دوران المطور يوجد مغناطيس على شكل دائرة في علبة المطور ويوجد جزء من هذه الدائرة طبعا فيه مغناطيس أو شديد المغناطة فبتؤثر على السنسور اللي هو اللي انت شايفه دوت في لحظة المرور على السنسور فبتأثر السنسور ويعمل عملية توصيل للطرف التالي تسمى العملية دي اسمها نبضة وبيترجمها طبعا في وقت التحريك أو البوزيشنر على شكل عدد أو عداد بيفضل يعدي معاك وطول ما المطور شغال يا صديقي بيحدث أو بيحدث معاك العد المتواصل طيب لو المطور جرره حاجة أو السنسور ده إن أنا مسكه دوت أي شكل فيهم أي سنسور عندك لو حصل تلف أو عطل في السنسور لا يحدث استمرارية في دوران المطور ويفضل يدي لك كل شفحة تحريك إن خمسة يفضل يتحرك ويقف يفضل يتحرك ويقف هو ده وظيفة السنسور طيب إزاي نختبر بقى السنسور يا شباب لو إحنا شكينا فيه لو حصل مشكلة معاك في السنسور أجأ أروح بالأمار ألاقي الأمر بيقف مني مش عارف أوصل يعني لو عناي لسات عايز أوصل للأمر الأوروبي هتلاكوا لي شو المطور يفضل يتحرك ويقف يتحرك ويقف عايز أجرب السنسور هنوصل طرفين السنسور بالأوفوميتر دي أول حاجة في وضع الأوم وهنحرك مغناطيس طبعا أو أي مغناطيس مثل مغناطيس سماعة صغيرة فيما على الحركة للمغناطيس أعلى السنسور بحوالي 3 ملي كده طبعا بنلاقي مؤشر الأوفوميتر بيتحرك كده يبقى السنسور سليم يعني إحنا بنجيب المغناطيس أو السنسور ده بنحرك طبعا بنحط جنبه مغناطيس وبعد كده بنحط الطبع على الأوفوميتر بنلاقيه المؤشر بيتحرك يبقى أنت كده زي الفول أما إزا قاس السنسور وأعطى كياس أو أسمعات بدون مغناطيس فهو تالف أو هو بايز كده ساعتها بنغير السنسور طب هتقول لنا ليس فقط حاجة أنا عارف أنت طبعا هتكون محتار طبعا السنسور ته قصة طويلة جدا السنسور هو عبارة عن طرفين من الشبكة بداخل غلاف من الزجاج زي ده زي ده ده غلاف من الزجاج شايفين منظره عامل زي بص كده وركز أساتيجي كويس ده ده السنسور بص كده وركز كده ده السنسور ده منظره غلاف ده غلاف من الزجاج طبعا زي ما انت شايف ده طبعا طرف ونهايته طرفين من السلك للتوصيل وليه غلاف آخر من البلاستيك زي اللي انت شايف ده. ده غلاف تاني من البلاستيك اهو. وده غلاف من البلاستيك. لازم ترى اللي هقولك عليه. اولا في حالة لحم طرفين السلك للسنسل زي ما انت شايف كده. كن حريص عشان ما اتقصرش عن الطرف من الخلع. زي ما ده القصر اهو. ده القصر معي بص كده وركز. ده وانا طبعا بركب. اتخلع معي اهو. بص الشكل كده اهو. شكل هنا ده سليم من هنا القصر مني. وده حصل مشكلة من ضمن المشاكل. رقب اتنين. اه اثناء خلق المغناطيس طبعا لتركيب السنسل اسفله في انواع من المواطين السنسل بيكون اسفل المغناطيس طبعا يكون حريص عشان وعد عن المغناطيس لو ركبت المغناطيس مقلوب السنسل لا يقوم بدوره. ساعتها هتقول ان السنسل بايز لا تكون انت ركبت السنسل غلط. طبعا نظهر في السوق المحل السنسل بداخل غلاف بلاستيك مقاومة بدل من السنسل الزجاجي. زي ده ده نوع اهو وده نوع تاني وده نوع تالت اهو. ده كده تلت انواع. طبعا انا ما بعتبروش او ما بعترفش بيه صراحة. يعني يعني ركز كده معي. افضل السنسل هو ده. ده السنسل الاصلي رقم واحد هو ده رقم واحد بصراحة. بص كده وركز. ده رقم واحد. ده رقم اتنين. وده ما تجيبوش نهائي. لو بلاش اه. ما لوش اي لازمة نهائي. يا صديقي. يب انت كده ده السنسل تعبان جدا. اه معلومات تهمك عالسنسل المطور. طبعا انا قلت لك عن طرفين من الشبكة. اه طبعا سنسل المطور ما هي وظيفته. السنسل هو العقل المدبر للمطور. لكن طبعا بيقدي وظيفته. يجب توافر استوانة مغناطيسية او لازم تحط الحتة المغناطيس طبعا قريب منه. يعني ساعات احلى بنركب. السنسل دوت نيجي بالمغناطيس بتاعك بايد عنه. مش هيشتغل. عشان الدائرة دي هي اللي بتشتغل معاك. عشان كده ساعات انت تقول لي. انا ركبت السنسل وغيرته. وللاسف مشتغلش معاك. المطور بيحصل معاك تقطع. وما بيخزنش ساعات السنسل ده. ما بيخزنش معاك. المطور بيخزنش الاعمار. ما بيذهبش الى المطور الاتوماتيك للامار. طبعا زي ما قلت لك. طبعا وخلي بالك. لازم ما تنزلش عليه شحم او زيت. ساعت فيه الناس بتجي تتشحم. او علبة التروس بتنزل شحم او زيت على السنسل. وده بيبوز الدنيا معاك. انا بس وريتك طريقة مهمة. ما هي وظيفة السنسل. وما هو طبعا فيه مشاكل كتيرة جدا. السنسل ده اعتبر العقل المدبر او العقل زي عقل البلاء ادم او طبعا اي واحد عندنا. هو الحاجة او الزاقرة زي ما احنا بتقول هو اللي بيخزن معاك. وهو اللي بيدي اوامر للمطور يروح يمين ويروح شمال. وهو اللي بيعرفك كل حاجة. لو حصل معاك مشاكل لابد انت لازم تستبدله وتغيره وتجيبي الاصلي اللي انا ورته لك دوت. ركز يا صديقي دي كده وظيفة السنسل مطور طبق الدش المتحرك. يارب يكون الفيديو اعجابكم كنتم مع سيد مار من القراتي على تيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.